اشتركوا في القناة الكل يتساءل ويقول منه الصاج وشنو عندنا وشنو اللي صاير سمعنا راي وسمعنا الراي الآخر لكن ما زلنا احنا في دوامة هذه العاصبة قبل لا ندخل في الموضوع راح نحط لكم بعد شوي رقم الواتساب اللي انتواصل عليه أسفل الشاشة راح يكون انتقبل أسئلتكم آراءكم واختراحاتكم في أي مسألة قانونية إذا يهمكم الموضوع مثل ما انتم شايفين تحت أسفل الشاشة طبعا الرغم موجود أي أسئلة فيما يخص حلقتنا اليوم اليوم راح نتكلم عندنا ضيف و راح نسأله و هذا الضيف عزيز علينا و عزيز عليكم و عزيز على كل من يتابع هذا الضيف أقدم من إنجازات و أقدم من اقتراحات و قوانين رجل قانون بالمقام الأول عمل وكيل نيابة و من ثم قاضي و من ثم مستشار و من ثم نائب في مجلس الأمة و من ثم وزير عدل و من ثم وزير الأوقاف و كان رئيس اللجنة التشريعية حين ذاك قبل لا نروح للضيف و أعرفكم عليه خلنا أخذ هذا الفيديو علشان نتخلع منه نشوف هذا الفيديو تقعد تمسك لي هذا الملف في العزرق و هذا الملف في العزرق لما واجهت الرياجين لنسحب على الأغل حافظ على مصداقيتك أمامك من مثلتهم حافظ كن قد المسئولية النيابية أنت تملك حصانة أنت تملك أدوات مستورية باستطاعتك أن تستجوب باستطاعتك أن توجه السؤال وتطلب ملفي أنا أتكلم عن نفسي أطلب ملف حسين الحريتي و إذا عندك الشجاعة بأن حسين الحريتي يدفعوا له حسب ما قلت تحت قبة عبدالله السالح أخطاب من العسرة أو من بعض أفراد الحكومة أنا أقول لك أطلب الملف بما لديك من أدوات دستورية تملك قرار النائب العام واضح لا لبس فيه يا أخوان واستعانة المياب العام في تحقيق القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب في جهاز أمن الدولة كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة وأقوال ممثلين البنوك المبلقة و أيضا المبلقة عنهم رحبوا معي مع طبعا النائب السابق و وزير العدل الأسبق الأستاذ حسين الحرايتم الساكر الله أبو الخير أبو محمد الساكر الله بنور أستاذ مشاري و أشكرك على هذه الدعوة و يشرفني أني اليوم حسب ما قلت أنه أول حلقة لك في برنامجك الجديد اللي هو بالصميم أمسي عليك وأمسي على أستاذ المشاهدين الله يخليك أبو محمد أسمح لي أستاذ مشاري بس يعني في هذه المناسبة أحب أن يتقدم إلى حضرة صاحب السمو الأمير على مكرمته الأميرية و إصدار أوامره في تشكيل لجنة من خلال رئيس وزراء رئيس مجلس وزراء و رئيس مجلس الأمة للنظر في إعادة الجناسي المسحوبة فهذا أندل على شي فأنا ما يدل على حكمة و حنكة و إنسانية هذا الرجل العظيم الذي لقبه بقاعدة الإنسانية قولا و فعلا فندعو لها بطولة العمر و نشكر كل من شارك بهذا الأمر استفزك الفيديو أبو محمد الفيديو ما استفزني استفزني الموقف اللي حصل يعني يمكن أستاذ المشاهدين يعني أنا الموضوع اليوم إحنا رح نتكلم على قوانين يعني بس تفاجعت بهذا الفيديو لكن تبتقول لي قصدك الاستفزني أني رحت مجلس الأمة يعني إيش معنى أنت الوحيد اللي على قلوتهم شوف على راسة بطحة لا 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 بالعكس اللي على راسة بطحة ما يروح لكن أنا اللي رحت عربي شلون ولم يذكر الأسماء فيما يتعلق بأنه بره ذكرت ما ذكرت لا لا لكن الموضوع معروف موضوع من 2011 بـ 2011 شهر ديسمبر تم التحقيق وانتهى الموضوع تم التحقيق معك تم التحقيق معك تم التحقيق مع كل وثاني شيء سادة مشاري أنت عارف يعني الصراع السياسي لا بد أن يكون هناك في بعض المناورات وبعض المناوشات وبعض الضحايا وبعض الأمور وثم لما تستقر الأمور وتسلد الأمور إلى الجهات المختصة وهي أقصد القضائية ويتم التمحيص والتحقيق والتحريات وتنتهي إلى ما انتهت إليه إنه لا صحة لهذه الاتهامات إلا أن هناك أبا أن لا يقبل بهذا الشيء بل استمر وأخذ يستخدم هذا الأمر في دغدقة وفي مشاعر وكذا إلا أن اتضحت الأمور والله الحمد وخير على ذلك أن اليوم ممثلين الشعب الشعب الكويتي اليوم خير دليل على ذلك أن اليوم صوت وتصويت فهل تذكر في مضبطة البجس الأمة ما أثاره الأخ في مجلس الأمة أو أن ما تذكر فصوته وتم إزالة كل ما ذكر في الجلسة في المضبطة هذا خيري رد أتركه لأثار هذا الموضوع أنا ما ودي أخذ في الشق السياسي أنا اليوم أبو محمد اللي بنتكلم قانون هو برنامجنا بالصميم وأنا مستعد مؤمن شو اللي عندك من أسئلة مؤمن بالديمقراطية لا شك مؤمن بالديمقراطية إلا أنها لا زالت عرجاء الديمقراطية لا تكتمل إلا بوجود الأحزاب طبعا لا شك أننا نعيش في هذا البحيط القليمي الأحزاب لا زال أمر مبكر فيها إلا أن الديمقراطية الديمقراطية اللي وجدها أبو الدستور والرعيل الأول من الكويتيين الديمقراطية تتفق مع واقعنا الاجتماعي زين إلى حد ما نحن نمارس جزء من الديمقراطية إلا أن الجزء الكبير منها لا زال مفقود وهو وجود الأحزاب وتداول السلطة هذه حتى أنت تستفيد من الديمقراطية لابد أن وجود أحزاب مؤمن بحرية الرأي لا شك مؤمن لماذا نويت ترفع دعاوي على المغردين لا لأن المغردين تجاوزوا وأساءوا حرية الرأي أنك لا تمس كرامة الآخرين قول ما تشاء إلا أنك لا تمس كرامة وسمعة وتشير الآخرين لا الرأي يقوله كل من يقوله بالعكس أيام ما كنت وزير عدل شنو قدمت يا حسين الحريتي والله يمكننا أنا استلمت وزارة العدل في 2008 بعد انتخابات أول انتخابات لنظام الانتخابي الجديد وهو الخمس دوار فاستلمت الوزارة بـ 2008 ثم حلت الوزارة في شهر نوفمبر 2008 ثم استمرنا بالعاجم الأمور من شهر 11 2008 و 12 و 1 في منتصف 1 2009 تم إعادة تشكيل الوزارة مرة أخرى وتم تعيين مرة أخرى على وزارة العدل والأوقاف واستمرنا إلى أن تم حل البرلمان نتيجة استجواب لرئيسهم الرئيس و انعقدت انتخابات 2009 طبعا كانت الظروف في ذلك الوقت طبعا فيه بناوشات فيه تأزيم فيه عدم استقرار في العلاقة بين السلطتين كان الجو من الصعب أنك أنت تنجز ما تطمح له لكن أنجزنا البعض من هذه بقرارات وزارية كان عندي قانون مشروع تنظيم القضاء كنت مقدمة أنا في 2006 حينما كنت عظم أجس أمة ومقرر الجد التشريعية استكملته لما كنت أنا وزير العدل وكنا لدينا إلى اتصالات واجتماعات مثمرة مع اللجنة التشريعية في ذلك الوقت في مجلس الأمة إلا أن الظروف السياسية أدت إلى أن ما كملنا هذا المشروع وحتى الآن هو لا زال بالأدراج أنت بالسابق كنت وكيل نائب العام كيل نيابة ومن ثم قاضي ومن ثم مستشار ومن ثم عظم أجس أمة واتجاعت وصرت وزير للعدل ماذا قدمت لزملاك المستشارين والغضاة حين ذاك؟ في ذلك الوقت طبعا فترة قصيرة كلها في الوزارتين كانت عشر شهور لما تقسمها عشر شهور منها ثلاث شهور في حكومة تصريف العاجم الأمور حاولنا ندفع باتجاه إقرار قانون تنظيم القضاء طبعا يشمل فيما يتعلق باستقلالية القضاء من حيث النواحي الإدارية ومن حيث النواحي المادية لأن إيماني بأن استقرار القاضي وإراحة هذا القاضي من خلاله ستتجه إلى أن تكون هناك انتاجية للقاضي دون أي ضغوطات ودون أي تفكير فيه نقول معاناة مثل أي معاناة شخص عادي فيما يتعلق بأمور حياته فلما يكون فيه موجود صندوق اجتماعي للقاضي حينما يكون هناك علاج للقاضي حينما يكون هناك وجود ميزانية لا نعاني مثل ما نعاني الآن عدم وجود سكرتير عدم وجود مندوب عدم وجود أدوات غرطاسية المباني غير متوفرة أذكر في ذلك الوقت في 2008 بدت تحقط التنمية بدايتها فأذكر احنا عملنا عدة اختيارات قبل لا تذكر خلنا ناخد فاصل ونرجع مرة ثانية ناخد فاصل رجعنا لكم مرة ثانية عزيزي المشاهدين مع ضيفي وضيفكم وزير العدل الأسبق الأستاذ حسين الحريتي أبو محمد نرجع نكمل معاك فقرتنا موضوع بالصميم لكن قبل لأدخل في هالموضوع ماذا عملت لزملاك القضاة أذكر أننا احنا قرينا في وقتها قرينا الكادر القضايا الأخير نعم أي سنة فيما يتعلق في 2008 في آخر 2008 نعم أذكر أننا كلانا تلخط التنمية بدأت خاطبنا البلدية نعم فيما يتعلق بنادي القضاء والآن نادي القضاء قريبا سيرا النور فيما يتعلق بالمواقع الحالية في الرقعي في الجهرة كان هذا من ضمن إنجازاتك كان هذه من ضمن بداية إحنا اللي خاطبنا البلدية في اختيار المواقع فمن 2008 طيب والله الحمد الآن استكملوها طبعا لي بعدنا طيب وتوفير الميزانيات وغيرها طيب يقال الطرف الآخر حنا ناخذ طرف مع طرف بال2009 تقدموا مجموعة من القضاءات برفع دعاوي على الحكومة ومن ثم حين ذاك 2009 كنت وزيرا للعدل ومن ثم قابلت رئيس الوزراء على أساس أنك تدخل في تهدئة الأمور مع السلك القضائي واجتمعت مع السلطة القضائية مو 2009 2008 وكان هناك موجود فيه كان فيه طعون دستورية وطعون بين النواب قدموا قضائي رئيس الحكومة أنتظر إلى أن يتم الفصل في القضايا هذه نعم فأذكر أنه كان الموضوع يتعلق فيما يتعلق بأنه كادر القضاء وكان لنا اجتماعات مع مجلس القضاء قابلت القضاء أنت على أساس أنك تعمل قابلت رئيس مجلس القضاء وعضاء مجلس القضاء في ذلك الوقت والله الحمد يعني صاحب السمو الأمير هو من أمر بإقرار هذا الكادر وهم يستحقون في هذا الأمر يعني الكل يعلم بأن القاضي اليوم عمل مضني ليس يعني عمل إداري بل هو عمل جبار عمل يحتاجي لأنه نفسيا فكريا طيب محمد ليش كلفوا يعني رئيس الوزراء السابق في حقبتكم كلفوا وزير اللي هو الوزير إسماعيل الشطي دعك المستشار عند رئيس الحكومة أي ليش تم إقصائك عن هذا الموضوع لا لا ما كان هذا الهدف للإقصاء هو فقط بس إنه إذا كان طبعا لا شك إنه الأمر يحتاج لتشاور يحتاج لتشاور وأن الحكومة أيضا بعض الأحيان حينما تقر أمر معين أو كادر معين لا بد أن يكون هناك أيضا في متطلبات تراعيها فيما يتعلق مجلس الخلال المدنية وامور كثيرة إلا أن الأمر هذا أتى من خلال أمر من صاحب السمو الأمير الذي هو من أصدر إلى الحكومة بإقرار هذا كادر وإنت تعلم أستاذ إنه الأمير يمارس سلطاته من خلال الوزراء نعم أبو محمد سؤال بالصميم تفضل سؤالك حسابك مضخم أنا شوف اللي الناس تعتقد اللي قاعد يحصل الآن أنا رجل محامي زين تعليمات أي ولا لا منو حسابك مضخم ولا لا مشروع مشروع مو مضخم يعني أنت فوق ثلاثة تلاف أنت تعتبر مضخم فوق ثلاثة تلاف أنت تعتبر مضخم أنت اليوم وين الجريمة هل هو بالحساب أم المصدر أنت مو محامي قول لي الجريمة وين أنت لما تكون محامي ورابح لقضايا وأتعابك هل تعتبرها هذه مصدر غير مشروع أو لمشروع الإشكالية أنك أنت في منصب حساس متى في أي أثناء التضخم ما يمنع عضو مجلس الأمة يشتغل كل زمولة يشتغلون محامي شنو الإشكالية وين اللي يمنع فيها بس العمل الحكومي أما أنك تعمل محامي وتحضر جلسات ما في يمنع قانون ولا أي حضر على هذا الشيء مصادر الأموال أتعاب أتعاب شركة عندي شغلي عندي كل شيء وبعدين لحظة شنو أنت اللي قاعد الناس جاهلتها تجهل الناس هل الأمر الجريمة وين هل هو المصدر أم أنه عندك فلوس وشم هل فلوس هذه اليوم اللي حصل أن القانون اللي قاعد يحصل أنه حتى البنوك دخلت في العامل السياسي المصادر من وين يسألون المصادر من وين يسألون النيابة العامة تم التحقيق كم التحقيق في كل مصادر والحفظ كل المصادر ليش تقول لي أنت لشت داحر يحسين الحقيقي أداحر أكبر راس مشروعة زين مشروعة مشروعة وقرار النيابة مشروعة وشنو الحساسية أما الآخرين من يدعي خلاف ذلك ها عليه يتجهل الناب العام تقول لي أنت لشت داحرت أداحر وراسي مرفوع وأتحدى وراسي مرفوع أنا ما خفت لما رحت لمجلس الأمة أنا رجل شنو أنا رجل جاي وبإيدي البراءة ولما ذهبت لمجلس الأمة أتحدى مو بس واحد أتحدى من يدعي خلاف ذلك شو رأيك بوضع حقبة الوزراء اللي فاتت وزراء العدل اللي بعدك والله كلهم أدى رسالتها بعد لا شك إنها إنجازات إنجازات في منهم أنجز وفي منهم من إنجازاتكم في خلال الحقبة اللي فاتت تشوفها أفضل من الإنجازات الحالية والله يشوف أنا ممكن أستاذ يعقوب الصانع أخذ فترة طويلة ولا شك إن الإنجاز يحتاج لأنك تأخذ فترة تحتاج إلى فترة تحتاج إلى استقرار سياسي أما إذا ما سعر في استقرار سياسي وأقصد بإخصار السياسي هو بين العلاقة ما بين مجلس الأمة بين الحكومة بحسب الاستقرار ينعكس على أداء العمل أما أنك أنت ما في استقرار لا شك إنك ما راح تنجز سواء كانت غارات أو قوانين أو أي أمر ينعكس إيجابا على العمل الوزاري أو حتى المجلس اليوم المجلس اليوم إحنا بمجلس الحين 2016 اليوم المجلس سارنا كم لا 2016 أقصد المجلس الحالي سار الآن أكثر بدش على أكثر من ثلاثة شهور ولا قانون طلع أنت مستهدف أبو محمد لا شك مستهدف لأنك أنت رئيس لجنة تشريعية شن القوانين قدمتها باللجنة تشريعية شنو النجست شوف شنو النجست من القوانين شاركت زملائي فيما يتعلق في قانون يسمونها التأمين ضد الشيخوخة للمرأة اللي عمرها كفوق الخمسة وخمسين سنة حتى وإن وجود زوجها تم إقرار لها التأمين ضد الشيخوخة وأعتقد المبلغ بيحدد خمسين وتسعة وتسعين أو شيء شاركت زملائي في ألفين وسبعة فيما يتعلق فيه هو الفحص قبل الزواج نبي قوانين جامدة قوانين شاركت أنا قدمت اقتراحات البعض منها رأى النور حبيس الأدراج كما يقال شوف يعني أنا أذكر كنت مدير نيابة كان عائلة من جنسية عربية اشترك الزوج والزوجة بتعذيب خادمة نعم ونتج عن هذا التعذيب جناية وتم حبسهم لأنهم كلهم فاعلين أصليين بالاعتداء على هذه المجنع عليها وخذوا حكم في وقت واحد وكان عندهم أطفال وما عندهم عائلة ولا عندهم والسفارة المعنية ولا عندهم مكلف برعاية ولا عندهم مثل ما تقول قانون الطفل ولا غيره ولا كذا ولا عندهم قريب فبقوا الأولاد من يععاهم فأذكر لما سرت أنا عضو مجلس أمه في ألفين وسبعة قدمت هذا الاختراح وراء النور أنه الآن أصبح في تبادل فمتى ما يكون هناك زوجين مشتركين في جريمة واحدة والذي هم أطفال ولم يكن هناك في جهة أو شخص يرعاهم فيتبادلون في العقوبة مر الأم حينما تنتهي يكمل الرجل عقوبته حفاظا على الأولاد نحن وصلنا لنهاية فغرتنا ما يمدينا بس صميم ما يمدينا أنت جوبتك خليتك تأخذ راحتك أنت ما حقق معاك لكن كنت حقق معاك أعزائي المشاهدين طبعا كثر الله خيرك ومشكور على زيارتك لنا وتلبية هذه الدعوة بمحمد أنا أشكرك طبعا بس كان بيودي فيه أمور كثيرة عندنا أنت عارف أستاذ أنت عندك غانون الآلام بدنية شديدة الأذى البليق هذول أخذك أوعدك أخذك فعندي اختراحات لها كثيرة شكرا لك 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 مثل ما شفته في فقرتنا لا نخفي ولا ننكر ولا نتلون ولا نجامل الأسئلة عطيناها ضيفنا وجاوب بالقدر اللي قدر عليه لكم الحين الرد ولكم الراي قبل لا أختم رغمنا موجود تحت أسفل الشاشة إذا عندكم إذا عندكم استفسارات أو اقتراحات أو رأي في هذا الموضوع تقدرون تتواصلوا معنا إلى أن نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي ننتقل الآن إلى فقرة زميلنا راشد الهلفة بوتركي وينتظركم بعد الفاصل فيما الله